السلام عليكم سأبدأ جنستي البحثية الأولى بموضوع الدردشة عن البحث الطبي باستعراض حالة بسيطة من خصاصي كطبيب عناية لو جانا مريض ضعي كورونا نحن بزمن كورونا حاليا جانا مريض كورونا عنده قصور تنفسي حاد فاضطر على تنبيب أو كان بحاجة للتنبيب من قبل بعناية حطوله على تنفس صناعي فأجينا نشوف حالته عم نناقش حالته مع الطبيب المقيم المناوب عليه حطه على حجم جاري 400 مثلا وحط له بيب 15 فلو سألنا الطبيب يا زميل ليش حطيت هذا المريض على 500 أو على 400 مثلا وليش حطيت البيب 15 هلأ في عدة مستويات صراحة للإيجابة في الطبيب المقلد حيقلك هيك تعلمنا من السنوات العليا أو من الزملاء الأقدم مني هيك علموني أنه هيك التدبير هيك بيكون طيب ليش 400 ليش مو 500 ما عنده قدرة على الجواب أبدا هيك تعلم وخلص هيك ماشي ممكن يجاوبك أنه يكون حافظ القاعدة إلاك 6 ml لكي جي 6 ml لكيلو مثلا لو سألته عن البيب ممكن إلاك لأنه في نقص أكسجية طيب نقص أكسجية هل بيفيد البيب العالي فيه دائما هل في معيار هل في معايير فما حيقدر يجاوبك رح يكون هو عم يقلد الشي اللي يتعلمه صراحة لو أنه الليبل طبعه أعلى بشوي أو بمستوى تاني ممكن يناقشك بالفيزيولوجيا يقل لك أنه والله البيب بيفتح الأسناخ وبسكر الأسناخ ومن هالكلام هذا ويبيعك كلام بالفيزيولوجيا وهذا الشي وارد كتير جدا صراحة لو لفل تاني أو مختلف رح يقل لك لا في دراسة أثبتت أنه النقص الحجم أو الحجم المنخفض الحجم 6 ml لكي جي هو بنقص الوفيات عند هدول المرضى وأنه البيب العالي بنقص الوفيات عند هدول المرضى طيب لو سألتوا شو هي الدراسة ما بيتذكر ما فينا جاوبك أنه شو هي الدراسة اللي صالت لو لو سألتوا أن هاي الدراسة بتنطبق على هدول المرضى فعلا اللي أنت عم تحكي عنها بتنطبق على المرضى الكوفيد كمان ما حيقدر يحكي هلأ الليفل اللي أنا أتمنى أنه جميعنا نوصل له كممارسين للطب أنا ما عم يحكي عن مستوى ريسيرش نحن نعمل الأبحاث بنفسنا على الأقل نحن نطبق الأبحاث الموجودة أنه أنا أعرف الدراسة الأصلية متى نشرت خاصة عم يحكي عن دراسات الكبيرة وحيحكي عنها لاحقان أنه هاي دراسة نشرت بالعام كذا وهي دراسة فيها كذا وفيها كذا وهي بتنطبق على مريضي وبالتالي نطبق الدراسة بالنسبة للبيب ترى الدراسات ما كانت كتير قاطعة بالموضوع في عليها كذا وعليها كذا فأنا بدي شوف شو هو مدى انطباق الدراسة على مريضي حقيقة بالبداية أول شيء لازم نتذكر أنه مو أي قضية طبية قابلة للبرهان بدراسة طبية مثال الأشهر اللي بندكر لما بنحكي بريسيرش أنه المظلات الهبوط بالمظلة في حدا بيقدر يثبت لي بدراسة RCT Randomized Control Trial أنه الهبوط بالمظلة من الطائرة اللي بتطير بالسماء هو بنقص الوفيات ما بيقدر حدا يعمل هيك دراسة أبدا ولا حدا بيفكر يعمل هيك دراسة ومن الجنود أنك تسأل عن هيك Evidence من البديهيات ومن قوانين الفيزيولوجي موش الفيزيولوجيا الفيزيال اللي بنعرفها أنه الهبوط بالمظلة أسلم من عدم استخدام المظلة الواحد اللي بيغفز من الطائرة بدون ما ياخد مظلة حيموت بالأخير ما في داعي أعمل تجربة لحتى إثبهت هذا الكلام مو دائما الجواب يكون بالتجارب فيه شغلات قابلة للتجريب وفيه شغلات غير قابلة للتجريب ومو دائما الـ RCT هي الجواب ممكن تكون فيه شغلات غير قابلة نقطب عليها RCT هندخل ربما بالتفاصيل لما متعمق زيادة بداية قبل أنه نحكي عن الريسيرش سوف نحكي عن الأدوات المطلوبة لحتى أنا أقدر أوصل للمستوى الحكيت وأنني أنا أقدر أعرف شو هي دراسات الموجودة وإقدر أعرف طباء أعلى مرضى صراحة أول أداة هي الوقت أنا لازم بحاجة لشوية وقت لازم وفر شوية من وقتي لحتى أبحث ودور عن العلم من منابع ما بيقولون لو ما عندي وقت أبحث فالتالي أنا كل الحكي ما أحكي هذا ما هيكون قيمة أبدا فلازم خصص جزء من وقتي ربما ساعة يوميا ربما جلسة أسبوعيا ربما سنويا أحضر مؤتمر إذا بقدر مؤتمرات محلية إذا في مجال أحضر مؤتمرات الثاني أنا لازم عندي إنترنت نحن هلأ بزمان الإنترنت ما عاد فيني أنا اعتمد عن المجلات اللي بتجيني كل راس شهر وبتجيني مجلة متأخرة وبدي أقرأ من المجلات ما عاد في قراءة المجلات الورقية أنا بدي افتح إنترنت لحتى ابحث عن المقالات المطلوبة وحتى اسمع للفيديوهات لأنه نجع موضوع الفيديوهات مهمة جدا محاضرات المصورة اللغة الإنجليزية شرط لازم وضروري للبحث الطبي طبعا مش عم يحكي أن اللغة هي لغة الحديث أول مرحلة لازم لغة القراءة وهذا الشيء أظن معظم الأطباء ذا ما أن كل هم قادرين عليه لازم يكون قادر أقرأ لغة طبية حتى لغة النشر هي اللغة الإنجليزية فأنا حتى الأبحاث الفرنسية والأبحاث اليابانية والألمانية لازم بالأبستراكت ينزل باللغة الإنجليزية حتى لو كان البحث ينزل باللغة الأصلية فالأبستراكت ينزل باللغة الإنجليزية فإذا أنت قدرت تقرأ باللغة الإنجليزية فأنت حصلت 90% من العلم الموجود بالعالم الشارع الثانية اللي هي درجة أعلى وضرورية صراحة خاصة بهذا الزمان هي الاستماع لازم يكون قادر على الاستماع للغة الإنجليزية للمحاضرين اللي بيحكوا لغة الإنجليزية وتقدر تفهم عليهم هاي المهرة ربما ما موجودة عند كتير ناس خاصة اللي ما طلع برد البلد بس صدقوني ما هي مستحيلة نحن ما عم نحكي عن شي لازم يحقق خلال شهر أو شهرين جرب عود أذنك على سماع المحاضرات الطبية وعلى ربما المشاهد الأفلام المشهورة والسماع بدون ترجمة وربما استمعنا الأخبار من القنوات العالمية بدون ما يكون فيه ترجمة انت بتعرف الخبر شفته على القناة العربية وبترسمعه مرة تانية من القناة الإنجليزية من البي بي سي ومن السي ان ان من القنوات اللي بتحكي بلغة الإنجليزية ربما القنوات الإنجليزية غير الأصلية بتكون أفضل يعني معنا آخر مثلا قناة الإنجليزية الألمانية القناة المانية أحيانا بتحكي بالإنجليزي وقناة فرنسية بتحكي بالإنجليزي هذو بيكون لغتهم أسهل من القنوات اللي هي CNN أو BBC مثلا الأفلام مثل ما قالنا ممكن تابعها تجرب بتسليتك تابع أفلام بدون ما يكون فيه إلى ترجمة حتى تتعذب بالبدء بس هذا مهم لأنه أنت بالنهاية إذا ما قدرت تسمع إنجليزي بشكل جيد ما حتقدر تحصل جزء كبير من الريسيرش اللي عم نحكي عنه ممكن القراءة تكفي بس الاستماع مهم جدا جدا ما في داعي للحكي إلا اللي بده يطلع يحضر مؤتمرات دولية وبده يناقش المحاضرين وما أجدها ضرورة أنك تقدر تحكي باللغة الإنجليزية بطلاقة مثلا لحتى تقدر تحصل المستوى اللي عم نحكي عنه من الريسيرش فالقراءة ضرورية الاستماع بيسهل كثير عليك بهذا الزمن بيسهل كثير ما بالضرورة يكون موجود بس بيسهل كثير ومرة تانية اللي ما عنده إياه اللي ما عنده قدرة على الاستماع وفهم الإنجليزية بيقدر يدرب حاله وخلال ستة شهر زمان أنا واثق أنه حيقدر يستمع للمحاضرات فيه شغلة مهمة أنه المؤتمرات الدولية معظمها بيصير باللغة الإنجليزية والمحاضرين ما بيكونوا إنجليز أو أمريكان عادة جزء كبير منهم بيكونوا فرنسيين وألمان ويابانيين وصينيين وآسيويين صدقوني استماع لهدول المحاضرين لما بيحكوا الإيطاليين مثلا لما بيحكوا إنجليزي هدول المحاضرين يعني حتعتز بلغتك العربية تماما لأنه حتشوف قديش مستوى الأكسنت تبعهم والضعف تبعهم بالإنجليزي كأكسنت مش بالقواعي ورغم هذا الشيء هنا أنه عم ينعزموا عم يندعوا لمؤتمرات دولية وعم يقوم محاضرات والناس عم تسمعهم رغم أنه أحيانا فعلا ما بتفهم عليهم من كتر ما الأكسنت تبعهم تقيلة خاصة الصينيين مثلا اليابانيين الألمان حتى صراحة ما بيشتروا كتير على الأكسنت تبعهم الفرنسيين مزعجين الطليان شوي نوعا ما أحسن من غيرهم الشغلة الأخيرة بموضوع الأدوات أنه أنت لازم تحضر محاضرات تحضر محاضرات حاليا نحن في عصر الإنترنت سابقا كان حضور المحاضرات ومحصور بحضر الجلسة الأسبوعية مثلا مع الزملاء إذا كنت في مشفى تعليمي أنك روح تحضر مؤتمر قطري داخل البلد تحضر مؤتمر إقليمي مثلا لبلدان مجابر أو تسافر بالطيارة وتحضر بأوروبا أو أمريكا أو غير بلد حاليا الإنترنت موجود جزء كبير من المحاضرات التي تنزل بنفس الوقت على يوتيوب بطريقة ما عم تنزل هي قرصنة هي مجانية موجودة اليوتيوب حاليا فيه عشرات إذا ما قلت مئات المحاضرات بكل تخصص وكل إنسان ممكن ياخد اللي يبدو إياه ويسمع فما عاد حجة الموضوع السفر والإمكانيات ما عاد تحجة حاليا عندك إنترنت ببيتك يكفيك لحتى تقدر تتواصل مع العلم ترجمة نانسي قنقر